قدمت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية وسامة المجد والكرامة للبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية بمناسبة العيد العاشري لجلوسه على الكرسي المرقصي وذلك تقديرا لجهود قداسته في تطوير العلاقات بين الكنيستين القبطية والروسية وأشاد المطران أنطونيو فولوكو رئيس قسم العلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية بالعلاقات المتميزة التي تربط الكنيستين القبطية والروسية كما أثنى على الدور البارز للبابا تواضرس الثاني في تقوية ونمو العلاقة بين الكنيستين ومن جهته أشاد البابا تواضرس بالأنشطة المتبادلة التي تجري بين الكنيستين من خلال اللجنة المشتركة بينهما كما قدمت الشكر للكنيسة الروسية على تقديمها تسهيلات للكنيسة القبطية لخدمة أبنائها هناك وتقديم أماكن للصلاة معربا كذلك عن تقديره للكنيسة الروسية وتقديمها وسامة المجد والكرامة له